أزيد من 300 مشاركين في الطبعة الرابعة والعشرين للصالون الدولي لصناعة التقليدية من بينهم 239 حرفياً جزائرياً يمثلون 58 ولاية وذلك في سابقتين هي الأولى من نوعها أكثر من 290 حرفي ومنهم أكثر من 50 أجنبي الطبعة الرابعة والعشرين للصالون الدولي لصناعة التقليدية ستعرف تخصيص جناح للأطفال لتجريب بعض النشاطات الحرفية وكذا تخصيص جناح ذوي الهمم الخاصة من الحرفيين والحرفيات وين الطفل يلاحظ ويكتشف ما ينتجه الحرفي مناسبة سنوية تسمح للحرفيين بالترويج لمنتجاتهم المعبر عن مدى أصالة وعمق وتنوع التراث الجزائري وتشكل فضاء لتسويق وتبادل الخبرات بين مختلف الناشطين في هذا المجال المشاركين هنا بالتعويلات عين دفلاء يعني كان رغم متنوعين يعني عدنا في الزخرافة في الرسم في الكسكس التقليدي في الملابس التقليدية هذه فرصة لنا مليحة يعني كاش باش يكون عدنا احتكاك مع الحرفيين الأجانب والحرفيين المتوجدين هنا بالجزائر تظاهرة ستمتد إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري ستعرف نشاطات مرافقة من بينها ندوة حول الرقمانة في القطاع وإمضاء اتفاقية توأمة وتوزيع جوائز خاصة بسالون